في تقدير دولي رفيع المستوى لمشروع العقوبات البديلة والذي يستمد ركازه من مبادئ المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه فاز سعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عامل دار العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بجائزة الجمعية الدولية لقادة الشرطة بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك خلال المؤتمر السنوي للجمعية والذي عقد في سان دييغو بولاية كاليفورنيا وبهذه المناسبة عبر سعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة عبر مدير عامل إدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة عن اعتزازه بهذا التقدير رفيع المستوى والذي يعتبر في الأساس تكريما دوليا لمشروع العقوبات البديلة والذي يمثل نموذجا بحرينيا في مجال التأهيل وخدمة المجتمع انطلاقا من القيم الإنسانية والمبادئ الحضارية والمعاني النبيلة التي يسخر بها العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم والذي كان وسيظل منهاجا سياسيا وإصلاحيا حضاريا بما يتضمنه من رؤى ملكية سامية مثمنا دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حتى أصبح المشروع نموذجا مشرفا لتحقيق أهداف منظومة العدالة الجنائية وواجهة مضيئة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر